إجراءات حكومية جديدة لوقف التدهور في أسعار صرف العملة الوطنية الإجراءات الجديدة تستند إلى الدور الجوهري للبنوك التجارية التي سمحت لها الحكومة بتقديم خدمة المصارفة ومنح الاعتمادات المستندية لتجار الاستيراد خطوة أنجزتها اللجنة الاقتصادية التي ينظر إليها المراقبون على أنها الحكومة المصغرة لهذا العهد خلال اجتماع عقدته في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر وبحضور رئيس اللجنة وعدد من الوزراء المعنيين وكإجراء عمليا قابل للتنفيذ أقرت اللجنة الاقتصادية البدء الفوري لتقديم خدمات المصارفة من قبل البنوك التجارية لتغطية الاعتمادات المستندية خلال شهر سبتمبر الجاري وشهر أكتوبر المقبل وفقا لمتوسط أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة وبسعر يصل إلى 585 ريال لكل دولار أمريكي كما أقرت إنهاء إجراءات فحص الاعتمادات واتخاذ قرار القبول أو الرفض خلال ثلاثة أيام عمل فقط وذلك ابتداء من تاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري وأهابت اللجنة الاقتصادية في الوقت نفسه بجميع التجار الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على سوق العملة وعدم المضاربة بهدف إعادة حالة الاستقرار للعملة الوطنية والتوقف عن خلق الطلب غير الحقيقي في الاقتصاد الوطني الإجراءة الحكومية قوبلت بانتقادات من قبل بعض المهتمين بمراقبة السياسات المالية والاقتصادية وحجتهم أن خطوة كهذه توفر غطاء للتدهور الذي عانت منه العملة الوطنية خلال المرحلة الماضية وتشجع على المزيد من المضاربات المؤدية إلى المزيد من الانهيار في سعر الريال فيما يرى آخرون إن الإجراءات الحكومية ستحرم ميليشيا الحوث الإنقلابية من الاستفادة من الفائض النقدي الهائل لديها بالعملة المحلية في المضاربة بهدف الحصول على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى كما سبق لرئيس الحكومة وأن أوضح في اجتماع سابق ترأسه في القاهرة خلال الأسبوع المنصرم فهل ستنجح هذه الإجراءات في الحد من التدهور الحاد في سعر صرف العملة الوطنية أم أنها أضعف من أن تنجح في ذلك خصوصا وأن جزء من الاستهداف الممنهج للريال يتم داخل المنظومة المصرفية في العاصمة السياسية المؤقتة عدن والمحافظات المستعادة من الحوثين